السلام عليكم الإخوان والأخوات الموضوع الذي سوف نهضر له اليوم هو هل تشريع هذه السيارة؟ أو تشريع هذه السيارة؟ أو تشريع هذه السيارة؟ حيث سوف تصيده؟ الموضوع اليوم والسؤال الذي يطلحون علينا الكثير من سواء في التعليقات، سواء في الانستجرام، سواء في الواتساب يقول لك أخويا، لقيت واحد الطنوبيل عند مولاتها، أو عند مولاها يدفع الكارت غريز، وعنده غير كارتونة أو عنده غير هذي الكارت غريز، بروفيزوار وبغي يبيع لي الطنوبيل وش ناخد من عندها الطنوبيلة؟ أو لا، وإن أخذتها شنو هم المشاكل اللي غادي انطح فيهم؟ هذا هو اللوب دي الموضوع اللي كي يهمنا إلا أخذت هذه السيارة وكارت غريز دياله بقي ما خرجتش؟ شنو هم المشاكل اللي غادي انطح فيهم؟ حلو دنيكم زيان! وكنتمنى أنكم ما تسمعوش لهادوك الناس اللي غادي دخلوا غادي ديروا الشاش في التعليقات هادوك الناس رهم محسوسين فين ما شفوا شي فيديو ديالي راكيها بطول التعليق كي يبدو يسبوه كي يبدو يكتبون المعلومة ومين نحن اللي عارفينو والحاجة اللي يعني في الدومين ديالي عارفها سواء في البيع والشراء أو في الميكانيك أردني كنجي كنبارتاجها معاكم في سبيل الله أول حاجة نهضرو على القانون ديال كارت غريز ديال السيارة واش هاديك الواتيقة اللي كي يعطيوها ليا نتمشى بها ديال كارت غريز بروفيزوار واش واتيقة رسمية واش واتيقة رسمية على طول أبد ألا شنو هي الواتيقة الرسمية ديال السيارة هي كارت غريز هي كارت غريز نقول لها كارت غريز هذه هي الواتيقة الرسمية بحل كارت نصيونال كنت كارت نصيونال كنت كارت نصيونال أو السيارة كنت تدرس لك كنت اعطيك الريسي أعطيك الريسي كارت نصيونال هذا الريسي ستقدر تقضي بيشي أغراض ستقدر به آخر الأغراض واحد الأغراض لا تقضيهم مثلا سنقوم بإدارة أو بنك سنعطيهم ذلك الريسي سنقوم بمؤاملة لا، سنقوم بإمكانك سنقوم بإمكانك الفوتو في ذلك الريسي سنقوم بإمكانك بإمكانك هذا الريسي سنقوم بمؤاملة سنقوم بإمكانك لا يقوم بإمكانك ولكن إذا تشدتي في حاجز أمني أو حاجز دائرة سنقوم بإمكانك سنقوم بإمكانك سنقوم بإمكانك ما يهمهم من ذلك الريسي؟ سنقوم بإمكانك وإنهاء وإنهاء الجدارة والبصامة تفهمنا؟ سنقوم بإمكانك هذا هو الذي نضعه على الكارتغريز السيارة بمعنى واحد السيد لديه كارتغريز أو كاغت قال لي أن يبيعك أنا لم أكن أعرف لا أعرف مشينا تكاتبنا قال لي زينا كل شي وش هديك الوثيقة؟ رسمية كيتكنا هو أصلا هديك الطنوبيل بحالي لخلها لك فهمتي؟ هديك الطنوبيل بحالي لخلها لك يقدر في أي لحظة غايمشي يدك لاريبك طنوبيلة سرقتلية أو التانفكة غايجي واحد غيقول لك مشينا غاليزينا كده وإلى أخيره هدك اللي غاليزة ليك هدك اللي غاليزة غاليزة وشاف أن وثيقة غير رسمية وهديك كارت غريز بروفيزوار أصلا مكتوب فيها هذه الوثيقة يعني غير شي حاجة يعني هذه الوثيقة لا يحق لكم بها بيع المركبة أو شي أجبها لك كانت مكتوبة في الكارتون القديمة في البيع والشراء العادي ولت مكتوبة في هدك الورقة اللي كيعطيوها لك من البيسي من عندهم كيسكانيوها كتلقى مكتوب فيها لا يحق لكم بيع هذه المركبة بهذه الوثيقة يعني ذاك البيع باطل تفهمنا؟ هدك البيع باطل لا يجوز البيع بهدك الوثيقة أو بهدك الوثيقة دي الكارت غريز بروفيزوار دخلوها اللي مخدية لكم بغيتوا ما تدخلوهاش اللي مخدية لكم ما تدخلوهاش علاش؟ أو شكون هده الناس اللي كيستغلوا انهم يبيعوا لك السيارة بهذه الوثيقة هده هده البيع والشراء والسماصرية البيع والشراء في مكان ما تشتغراء في القانون را كيستغلها وهده البيع هده البيع هده الكارت غريز بروفيزوار اش كي يديروا؟ كيمشي وكيدفعلوا واحدة طنوبي واصلا هده عارفين بللي هده هده المشكل هده نعرف بيع لك هالطانوبيل ولكن ستعطيني حلوتي في تفقع لعشرا الاف درهام 10 الاف درهام 11 الاف درهام تسع الاف درهام لماذا؟ حيث هذه الطنوبيلة فيها المشكل فيها المشكل في كارت غريز ما هو هذه المشكل؟ هذه الطنوبيل كارت غريز ديالها أصلاً محجوز عليها مشاو تفعولها تشدات ما غاديش تبغي تخرج ليه بقاو كايروليو بهذه كارت غريز اللي هي بروفيزوار كينشي وأنشي واحد كي يدوره معاه سمع مزيال القلب كيفاش كي وقع كينشي وأنشي واحد كي يدوره معاه كينشي وأنشي واحد كي يدوره معاه كي يدوره معاه كي يطبع ليهم ستين يوم فهذه الورقة بأنها كارت غريز رغت أطلات ما زال ما خرجتش أما إلا بحتيال كارت غريز يقول لك الطنوبيلة فيها مشكل ديالش المشكل اللي فيها؟ كارت غريز محجوز عليها أوبوزيسيون أوشي عجب حالكا ذاك الأبوزيسيون منينجا يا إما ضرائب يا إما ضريبة ديالش دار يا إما شي كريدي يا إما يا إما يا إما الناس اللي كي يقولوا لك سيارة فيها ضرائب دا بكتكتب في السيت ما غادش يعطيك الوثائق رايعطيهم ليك الوثائق يعطيهم ليك أنا كان شري السيارات اللي فيهم ضرائب يجي شي واحد يقول لي عندي الدليل وعندي الوثائق أي طنوبيلة فيها ست سنين سبع سنين عشر سنين سبعين ألف عام ديال الضرائب مخلصاتهم السيت كيطلع ليك الوثائق ومشي كتغاليزهم يجي شي واحد يقول لي نجبد الوثائق نوريهم ليك نجبدلك الوثائق نوريهم ليك بعد سيارة أنا فيها الضرائب وصرحت ملاب اللي فيها الضرائب ودرنا التجارة شريت طنوبيلة أنا شريت طنوبيل وتكاتبنا في السيت ونزلوا لي الوراق من السيت ومشيت غاليزيت ونزلوا لي الوراق وطنوبيل فيها الضرائب وانت حدا أي واحد يقول ليك الله جيب طنوبيلة أو سير بهذه الطنوبيل اللي عندك فيها الضرائب ودخل بعض رأسك وشوف وش ما غادش تسكاني الوراق وش ما غادش يهبطو ليك وش غايقول ليك الله يقدر إلا كان شي مشكل آخر في طنوبيلة يقدر أنه يقول ليك بأنها الطنوبيلة فيها وفيها وفيها أما البيع الشراء غادي تدوس حاجة شفتها بعيني وحاجة واقعة عالية أنا أنا ماش متنحد كنشري بالريضة ديالي وكنبيع بالريضة ديالي كنشري بالريضة ديالي وكنبيع بالريضة ديالي كيعجبوني للطنوبيلات الكبار فيهم الموتور الكبير في المبانت لي شي جالوقة فيها الضرائب كان مشي كنشريها كان مشي كنشريها كان قدلها الوريقة ديالي كانت متع فيها الصلاة عن النبي كي تسلي شي واحد إلا يجي شي واحد يسبني في التعليقات كتسلي يا أخويا إلا أنا أعطيت معلومة الصلاة عن النبي تفهمنا؟ هذا الطنوبيل ما تمشيش تشريها ما تمشيش تشري طنوبيل طنوبيلة فوقها تشريها حتى كتشوف بعينك أن كارت غريز ديال صاحب السيارة أو ديك كارت غريز ديال طنوبيلة كاينة موجودة ما ما بدفوعش لها تفهمنا؟ هذيك طنوبيلة سير تكاتب وشريها وقبل ما تشري جري على راسك وسول على راسك وصلنا إلى نهاية الفيديو بارتاج ومعلومة عن الناس اللي ما أعرفيش والله يعاونكم سلشي فيديو جاي إن شاء الله ولدوك الناس العديان اللي ما كيحملونيش كنقول لكم ها ها موتو بس الله يعاونكم